صباح الفل عليك يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدة قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد يوم الحد بداية الأسبوع طبعا من داخل مقار نادي الأهلي هنا بالجزيرة هيكون معنا زي ما انت قلت بالضبط يا كريم يعني مختلف الأخبار سواء على مستوى الأجواء أو كمان على مستوى الفرق الرياضية المختلفة وأبرزهم كمان الفريق الأول لقرة القدم ولكن خلينا في البداية نبدأ يعني بالأجواء أن الحقيقة النهاردة يوم الأحد من داخل مقار نادي الأهلي بالجزيرة يمكن درجة الحرارة دلوقتي بتتروح ما بين 27 و28 ومن المتوقع لأنها ترتفع خلال الساعات المقبلة من اليوم كمان خلينا نقول أن يعني إقبال الأعضاء يمكن مقارنة بالأهم الماضية فعلا أنه هو النهاردة في إقبال كبير من الأعضاء خاصة على مستوى كبار السن طبعا بالنسبة للطرق المؤدية للنادي الأهلي أو مقار النادي الأهلي هنا بالجزيرة تحديدا يمكن في بعض النقاط اللي فيها زحام مروري كبير ده طبعا علشان برضو دي بداية الأسبوع يمكن أبرز المناطق اللي فيها زحام مروري هو الدائري ومحور صفت الليبن محور 26 يوليو كمان كبري 6 أكتوبر ويعني دي الأماكن اللي فيها زحام مروري أما بالنسبة لبقية المناطق المحيطة بها سيولة مرورية يعني الحمد لله ممكن كل الناس تتجه من المناطق العجوزة أو الدقي أو أصر النيل كمان خلينا ننتقل لأخبار الفريق الأول اللي كلنا طبعا عارفين أنه هو بيتسو موسماني المدير الفني للفريق الأول لقرة القدم من نادي الأهلي أعطى اللعبين راحة سلبية بدءا من أول أمس الجمعة لمدة 6 أيام وهي دي عايزين نقول يعني يا كريم أن دي أكبر مدة أجازة يحصل عليها اللعبين من يعني فترة كبيرة جدا خاصة أنه هما كان عندهم زحام في المطشاط خلال الفترة الماضية أو الأشهر الماضية تحديدا يمكن استغل أغلب اللعبين هذه الفترة يعني للسفر إلى مناطق متعددة وهو ده اللي هما كشفوا عنه من خلال حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو انستجرام أغلب اللعبين حصلوا على أجازة وقرروا أن هما يسفروا معالتهم إلى الجونة أو السحل الشمالي في منهم كمان استغل الفرصة أنه هو يرجع البلد علشان يقضي وقت أكبر مع عائلته كمان عايزين نقول يعني أن هما هيعودوا التدريبات يوم الخميس المقبل إن شاء الله ده طبعا استعدادا لمباراة الترجي يوم 19 يونيو الجاري يعني عايزين نقول كمان أنه هو بيتسو موسماني قرر أنه هو يديهم هذه الراحة السلبية من التدريبات عقب المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي والودية ما بين النادي الأهلي وما بين مصر للتأمين واللي انتهت 2-2 وكان برضو بيتسو موسماني عد هذه المباراة كنوع من الجاهزية والاستعداد لمباراة الترجي كمان عايزين نتطرق لبعض يعني الحالات الصحية للعابينا لعابي الفريق الأول وأبرزهم محمود متولي اللي تعرض لإجهاد في العضلة الخلفية وده أثناء المشاركة في مباراة الأهلي ومصر للتأمين كمان خضع محمود متولي لأشعة صنار تحت ملاحظة الجهاز الطبي طبعا برئاسة دكتور أحمد أبو عبلا ولكن الحمد لله النتيجة جاءت مطمئنة خاصة بعد يعني تأكيد أبو عبلا أن ما تعرض له متولي هو شيء طبيعي خاصة أنه هو كان يعني غايب لمدة طويلة عن المشاركة في المباريات كمان متوقع أن يعود متولي بشكل طبيعي جدا يوم الخميس المقبل مع بقية الفريق ولو حصل على أجازة إضافية هتكون يومين أو ثلاثة أيام علشان يكون كمل العشر أيام كمالة ويكون قادر أنه هو يشارك في مباراة الترجي كمان عايزين نقول أن وليد سليمان أيضا بعد تعرضه لشد خفيف العضلة الأمامية بعد انتهاء مباراة الأهلي ومصر التأمين يوم الخميس الماضي خضع كمان لفحص طبي ولكن قرر جهاز الطبي يعني أنه هو يشارك فيه التدريبات ويعود يوم الخميس المقبل بشكل طبيعي جدا مع اللعيبة بعد استقناف التدريبات طبعا يعني كل اللعيبة زي ما احنا قلنا في البداية قرر أنه هم يستغلوا هذه الفترة أو هذه الأجازة الكبيرة يعني زي ما هم شايفين هي أكبر مدة أجازة حصلوا عليها من وقت كبير باستثناء أفشه الحقيقة هو قرر أنه هو يعني يفضل هنا في القاهرة علشان يخضع وبيسابق الزمن من أجل اللحق كمان بمباراة الترجي خاصة أنه هو فضل التواجد هنا للخضوع للبرنامج العلاجي الاستشفائي الخاص به وكمان فيه تدريبات في الماء وكمان البرنامج اليوم بيخضع عليه هو على فترتين بيكون فيه علاق طبيعي وجلسات خفيفة في الجيم وان شاء الله يكون أفشه قادر أنه هو يشارك فيه مباراة الترجي زي ما احنا قلنا أنه هو بيسابق الزمن علشان يكون متواجد في هذه المباراة كمان بالنسبة لطاهر محمد طاهر عاد مرة أخرى للنادي الأهلي طبعا ده بعد ما غادر المنتخب الأولمبي بعد التقرير الطبي اللي أرسله دكتور أحمد أبو عبلة للمنتخب ده طبعا بعد إصابته بكدمة في الأنكل وشعوره بألام مستمرة وقرروا تستبعاده حتى لا تتفاقم المشكلة وتتفاقم الإصابة لأن طبعا دكتور أحمد أبو عبلة قال أنه هو بيحتاج للراحة لمدة أسبوع على الأقل ويعود للنادي الأهلي من أجل استكمال البرنامج العلاجي وتقديد بعض التدريبات التأهلية كمان في النادي ومن ثم عودته من جديد للمشاركة في المنتخب لأنه ممكن أنه هو يلحق بالمباراة الثانية الودية مع جنوب أفريقيا والمقرر ليها 13 من شهر يونيو الجاري كمان يا كريم هيكون طاهر جاهز أنه هو يشارك إن شاء الله في مباراة التراجي يوم 19 أيضا خلينا بقى ننتقل لأخبار الألعاب الأخرى عن الحقيقة فتيات الذهب سيدات طائرة الأهلي عايزين نبرك لهم طبعا أنه هم يعني وصلوا وصعدوا لنهائي كاس مصر بعد الفوز على سبورتينج أول أمس الجمعة 3 صفر ده طبعا فيه نصف نهائي كاس مصر واللي كانت المباراة بتقام داخل مدينة الإسكندرية وتحديدا داخل صالة سبورتينج لحقيقة أننا كنا حضرين المباراة دي فعلا يعني يا كريم عايزين نقول لكل مشاهدين أنه فتيات الذهب قدموا مباراة كبيرة جدا وقوية جدا على الرغم من كل ظروف سواء ظروف الصفر كمان يعني أرض الملعب أو الملعب عمتا زي ما قال كابتن حمدي الصافي في تصريحات خاصة لقناة النادي الأهلي كمان لأن تعرضوا أثناء المباراة لقطع الطائرة الكهربائية أكثر من مرة وده يمكن أثر عليهم في الشوت الأخير ولكن قدروا أنه هما يتجاوزوا طبعا المباراة بكل قوة تلاتة صفر وكانت نتيجة تل أشواط بنتيجة الشوت الأول 25-17 التاني 25-11 والشوت الأخير كان 25-22 ده طبعا تحت قيادة كابتن حمدي الصافي وبكده هيواجه النادي الأهلي أوسى فتيات الذهب إن شاء الله نادي السيد غدا وهو المتأهل أيضا إلى نهائي الكاس على حساب إلزا مالك بنتيجة تلاتة صفر في تمام الساعة السادسة مساء هتكون بكرة المباراة على صالة الشرقية للدخان في نهائي كاس مصر نتمنى لهم طبعا الفوز والحصول على اللقب كمان أخيرا خلينا نقول أنه الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي يخد مباراة مهمة جدا اليوم أمام الاتحاد السكندري في أول مواجهة تجمع بينهما بدور نصف النهائي من دوري سوبر المحترفين وده طبعا اللي بيقام بنظام باست آف فايف تنطلق اليوم المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على صالة برج العرب الإسكندرية قبل المباراة الحقيقة هيكون في محاضرة بتجمع بين اللعيبة وما بين طبعا البرتغالي ماريو بالما المدير الفني ده طبعا علشان يراجع معاهم خطط اللعب والمهام المكلف بيها كل لعب لظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز إن شاء الله وعايزين نقول كمان المباراة بتستمر يعني تمانية ستة وعشر ستة واثناشر وكمان أربعتاشر وإن شاء الله بنتمنى يعني الفوز لرجال السلة تحت قيادة البرتغالي ماريو بالما دي كانت أهم الأخبار هنا من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة بشكرك جدا يا كريم العودة لك مرة أخرى